هنا بمشتة أغلاد في بلدية بئر الشهداء بولاية أم البواقي أربع عائلات تقطن وسط ظروف حياتية جد قسيع داخل هذه البناية القديمة التي كانت إبان الحقبة الاستعمارية مركزاً للاعتقال والتعذيب حيث اتخذته مسكلاً لها العائلات الأربعة تعيش داخل بناية هشة لمركز التعذيب منذ مدة طويلة وحتى من بين القاطنين مكان ولادته هنا نحن ساكنين هنا في معتقل هذا كما نحن زايدين فيه اللين ساكنين فيه فيه أربعة كل واحد في شامبرا ماذا بينا نتمنى ويعطينا بينا الريفي نخرج ونسكنوا فيه ويقدرواهم يديروا له ترميم ويديرواه متحف الماء والقازة مشكلة ما رأنا أن نعانيه كثير من الحواج كل الماء مكانش نسقوا في سيترنا كل زمانة عدنا سيترنا مئتين الف القاز مكانش نشتعينا جتا ميزيرية نكريو طموبيل نكريوه بخمسة مستين البنجيب وقرأتها قاز قرأتها قاز قامنا في مئتر يوجد فيها مركز للتعذيب كانت مدائرة فرنسا في مدائرة فرنسا تعذب فيها الشهداء وتقتلهم ثم نطلبوا باش يدرجونا هذا المركز كمعلم تاريخي يسمى وفيه يوجد في المركز هذا أربع سكان نطلبوا مننا السلطات باش يعطيونا سكانات الرحلون من ثم وكما نطلب ترميم هذا المركز باش يبقى لنا مركز معلم تاريخي الأجيال هذا ويأمل سكان أغلاد التي ما زالت شاهدة على وحشية الاستدمار الفرنسي خلال الفترة الاستعمارية أن تتحول البناية المنسية إلى متحف للذاكرة اشتركوا في القناة